وإلى عالم السيارات حيث كشفت تويوتا رسمياً على لند كروزر 2022 الجديدة كلياً بتغييرات جذرية والتي تحمل واجهة جديدة تتميز بمصابيح LED هجومية وشبك أمامي بارز وتبدو السيارة بشكل عام أكثر عرضاً وأقلاً خفاضاً رغم أنها لا تزال ذات أبعاد كبيرة ويتميز هيكل السيارة بانتفاخات رياضية وأقواس عجلات بارزة وعملت الشركة على إعادة تصميم الهيكل لتقليل الوزن وزيادة الصلابة من خلال تحسينات متعددة انخفضت وزن السيارة بمقدار 200 كيلوغرام عن السابق وكان هدف الشركة هو تقديم سيارة سهلة القيادة ولا تتعب السائق على الطرق الوعرة فضلاً عن الطرق المعبدة ومن حيث المحركات فقد طورت تويوتا محركات جديدة شملت محركة بنزين 3.5 فتر V6 ثناء التيربو ومحركة ديزل 3.3 لتر V6 ثناء التيربو وتقول تويوتا أن أداء المحركات الجديدة يضاهي ما كان يقدمه محرك V8 بالجيل السابق وستبدأ تويوتا ببيع لاند كروزر الجديدة في أسواق الشرق الأوسط ما بين شهر حزيران الحالي وأيلول من عام 2021 وواحداً وعشرين ترجمة نانسي قنقر